على فكرة نادي الزمالك في الخطاب اللي بعته لاتحاد الكورة قال انه اتحاد الكورة بعت قاله 60 دقيقة ترد علي والزمالك اعترض على طريقة الجواب وصيغة الخطاب خلينا اقول لكم الجواب اها قدامي اللي بعته لاتحاد الكورة لنادي الزمالك برضو علشان خاطر يبقى احنا ايه يعني جبنا من اصل الجواب ايه المنطوق بتاع الجواب او ايه سياغته يعني اللي اعترض عليها الزمالك في رده السادة الاستاذ اهاب السادة خضر القام بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك تحيطيبها وبعد بمناسبة اقامة مباراة السوبر المصري يوم 5-5-23 بدولة الامارات العربية المتحدة وحيث ان مجلس ابو ظبي الوطني اللي هو الرياضي يعني المنظم للمباراة قام بحجزة زاكر التياران الخاصة ببعثة ناديكم على الرحلة رقم 916 MS بتاريخ 1-5-23 قد فوجئ الجميع بعدم استقلال بعثتكم الطائرة المذكورة لكن معادة زاكر يسافر على فكرة امبرح بالليل الساعة 11 بالليل 12 بالليل وبنانا عليفة برجاء الافادة عن مشاركة ناديكم من عدمه قبل الساعة الثالثة مساء اليوم حتى يتسنى لمجلس ادارة الاتحاد اتخاذ اللازم وفي حالة عدم ردكم في المعادة المحدد من موقف نادي الزمالك في الاشتراك في هذه المباراة يعتبر ناديكم منساحبا وتطبق اللائحة وتفضل بقبول فائق الاحترام والتقدير والدي العطار المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم ده الجواب اللي بعته اتحاد الكورة لنادي الزمالك واللي رد عليه نادي الزمالك هتقولي اول صفحة كده في رد الزمالك قال نادي الزمالك ان الاتحاد بيمنح النادي مهلا ستين دقيقة للرد على الخطاب اه اه او اعلانكم الحرب قال كده الزمالك في الجواب بتاعه قال كده رسمي يعني لكن الحقيقة الاتحاد الكورة كان عايز يعرف اهو قدر رد الزمالك اهو في السطر الرابع اما ان الاتحاد يمنح النادي مهلت 60 دقيقة للرد على خطابكم او اعلانكم الحرب على النادي وفرقية الرياضية التي تشارك في مصابقات كورة القدر فهو امر امر مضحق يدعوه للبكاء فعشان كده ده منطق الجواب بتاع اتحاد الكورة الجواب الرسمي فعلا ايه اللي راح لاتحاد الكورة لما الزمالك رد رسمي بعيد عن تفاصيل الخطاب بس في الاخر الزمالك قال انه مش هيشارك في هذه المباراة ارسل اتحاد الكورة رسمي لنادي بيرامدز خطاب السادة الاستاذ مندوه عيد الرئيس التنفيذ لنادي بيرامدز التحية طيبة وبعد يهديكم رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكورة القدم اه قدامي اهو اطيب التحيات متمنين لسياداتكم دوام النجاح والتوفيق نتشرف بدعوة نادي بيرامدز للمشاركة في مباراة كاسل سوبر المصري موسم 21-22 المحدد لها يوم 5-5-22 بدوية الامرات العربية المتحدة بصفاتكم وصيف الدور العام للموسم الماضي لذا نرجو من سياداتكم سرعة موافاتنا بقائمة للبعثة الرسمية لناديكم حتى نتمكن من اتخاذ اللازم وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالصفر من بناء الاتحاد المصري سيقوم بتوفير الصفر والاقامة والانتقالات للبعثة بدوية الامرات العربية المتحدة من خلال الشركة الرعية للاتحاد وقد تحدد الصفر غدا الاربعاء على متن طائرة خاصة الساعة السادسة مسائفة برجاء العلم والاتخاذ اللازم وتفضله بقبول فاق الاحترام والتخدير والدى العطار المدير التنفيذي ارسل كمان اتحاد الكرة خطاب للشركة الرعية شركة بريزنتيشن الاستاذ الاساسي في الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن الى الشركة الرعية للاتحاد وللمباراة طبعا تحيات طيبة وبعد يسعدنا ان اهدي سيادكم قطيب التحيات متمانين لسيادتكم دوام التوفيق والنجاح بالاشارة لخطابكم الوارد الينا اليوم اللي هو اتنين خمسة تلاتة وعشرين بخصوص طرفي مباراة الصبر المصري نحيات سيادتكم علما بان نادي الزمالك للعب الراضي قد اخترنا بعدم مشاركتي في المباراة وبناء علينا تشرف بالافادة ان نادي بيرامدز افسي سيكون الطرف الثاني المشارك في المباراة المذكورة امام النادي الاهلي وقد تم اختار بيرامدز من موعد الصفر غدا الساعة السادسة مساء علامات نتيارة خاصة فبرجاء موفاتنا بتفصيلاتها والتخاذ اللازم نحو بقى الترتيبات بقى الترتيبات وتفضله بقول فاقر الاحترام وليد العطار المدير التنفيذي ده كان الجواب اللي ارسل لسيركت بيريزنتيشن اللي هي الشركة الرعية والمسؤولة عن تنظيم هذه المباراة مع مجلس ابو ظابي الرياضي لجنة الكرة في نادي الزمالك وفاهم جوم كبار جدا طبعا نادي الزمالك عمل بيان يخص لجنة الكرة في النادي لجنة الكرة في نادي لجنة الكرة في نادي الزمالك لمجلس دارة النادي في قراره الخاص برفض المشاركة في بطولة السوبر المصري حفاظا على حقوق النادي وكبريائه وشددت اللجنة على ان هذا القرار سيذكره التاريخ لانه جاء لإعلان لإعلاء القيم والمبادئ والأخلاق على اي مكاسب مادية قد يحققها النادي من المشارك كما نقشت اللجنة في اجتماعها العديد من الملفات الهامة الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي وصبل تطوير البنية التحتية وقطاع الناشئين كان مجلس دارة النادي الزمالك قد أعلن رسميا اعتذارا عن عدم خوض مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات بسبب محابات اتحاد الكرة للطرف الآخر في المباراة وعدم تطبيق اللوائح والقوانين عليه وآخرا ما يتعلق بتعليق عقوبة اللعب الهارب محمود عبد المنم كهربا وعدم تنفيذ قرار لاجت الانضباط بإيقافه لمدة 12 مباراة ده كان الكلام اللي قالته لجنة الكرة والحقيقة مهم سطرين بجانب طبعا تضامن اللجنة وده طبيعي لان في الاخر قرار للمجلس النادي لازم يتضامن معي يعني كل المعنين في النادي لازم يتضامنه مع قرار للمجلس لكن أهم حاجة للسطر بتاع مناخشة العديد من الملفات المهمة وده الشغل الحقيقي لللجنة اللي هو تطوير البنية التحتية وقطاع الناشئين بالنسبة ليه نادي الزمالك وده الحقيقة المستقبل الحقيقي لفرق قرط القدم بنادي الزمالك